السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم جبت لكم نوع من انواع البريوش هذا البريوش المميز يجي بنين بذوق القرفة وهو بريوش السينابون يجي شباب 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 وهو بنين وكترتها في فصل كي يبرد الحال ولا في فصل الشتاء يجي بنين هو كيتاكله لازم يكون شوية دافي مع هذي كلاسوس وش نقول لكم شاهي 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 اتقدميه مع قهوة حليب ولا حليب شوكولا لولادك يجي ما شاء الله مع كما قلت لكم الذوق تعال القرفة مع الكرامل مع البنة ولا اروح تبعوا معايا وشوفوا شاهيدكم في الجنة كمراكم تلاحظوا شوفوا كيفاش يخرجت ريش باب بريوش بدون بيض بدون حليب يجي ما شاء الله خفيف 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 وتاني شوفوا الشكل التاع الشكل التاع تاني يجي راقي يجي روعة وهنا نروح المقادير وقبل ما نقول لكم المقادير نصلوا على النبي عليه الف صلاة وسلام ونقولوا بسم الله ونبدو اهنا درتك ما كانش عندي الحليب تقدري تديلي تعوض ديلي الحليب تقدري تديلي الماء انا درت كاس تعمى دافي كي مراكم تشوفو كاس مدافي مع ملعقة كبيرة خميرة الخبز مع ملق 2 ملاعق حليب بودرة انا ما كانش عندي ذاك الحليب بودرة تقدري تستغني عليه اه وديلي الكاس حليب عادي دافي تدفيه وديلي انا ما كانش عندي في ذاك كي مانقولوا ما كانش عندي الحليب درت كاس ماء مدافي ودني ملاعق حليب بودرة اما عا نصف كاس تاع سكر ملعقة خميرة تخبز وشوية كي مانقولوا رشة تعملح ونخلطوا مليح هذك السكر والماء والحليب وحتى لي جانس النمليح هم بعدها غدي نضيف نصف كاس تاع زيت كي مراكم تشوفو نصف كاس تاع زيت هاكا نحرك غاية غاية حتيت جانس ونك كامل هادو كل ما قادير نعود لكم مش درت درت كاس حليب كاس ما كاس ما دافي مع ملعقة خميرة خبز نصف كاس تاع سكر وعندي لفاني عندي باكيتة خميرة كيميائية وثنين ملاعق تاع حليب بودرة إلا ما كاش عندك الحليب البودرة تقدر تستغني عليه وتعاوضيه بكاس حليب دافي بدون بيض هدا ما فيش البيض ونخلط هاد المكونات مليح 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 داريه تتسق لك في اليد ما تكونش كما نقول احنا يابسة ولا تاني خفيفة بزيف عجينة عادية تعال بريوش لنخدموا بها البريوش عجينة عادية نخلط كما را كنت لاحظو هاد المكونات ونبدأ نزيد في الفارينة حتى اللي نتحصلو على عجينة تكون ضرية هنا بغيت نسق سيكم كاني بدلت السيبور كنت نحطه لفوم قلولي وش رايكم للصورة ها واطحا لكم ولكيفاش راجعكم التصوير خبروني في التعليقات إلا تبدلت عليكم ليماج ولا ما تبدلت لكم شو الإيضاءة هكا لكم تلاحظو لما كش تلاحظو هنا كما راكم تشوفو هادي هي العجينة التاعي بعد اللي كنت جمحتها كما راكم تشوفو نخلوها عاجينة تارية ونغطوها كما هاكا وخلوها تعاو تخمرنا هاكا تتعاو تخمر ونستعملوها كما كان نغطوها وخلوها تريح خلوها تريح نصف ساعة حسب الجو لكان الجو بارد تدينا شوية وقت ولكان الحمان نذوق بالخفة تخمرنا وتوجدنا هنا بعد ما نخلو العجينة تعنا تخمر روح نوجدو الحشو اللي غادي نديروه في وسط العجينة هنا كنا عندي تنين ملاعق تاكاو تنين ملاعق تاكاو البني ملاعق كبيرة تاقرفة القرفة لازم تكون تكون جديدة وتكون ريحتها كما نقولوا باش تجي الرائحة التاحة بينها والطعم التاحة هنا نخلط ملاعق كاكاو مع ملاعق كبيرة تاقرفة نخلطها ممليح مليح وغادي نضيف هنا هاد السكر البني لما كانش عندك السكر البني تقدري تستغني عليه وضيف السكر العادي وانا درت خمس ملاعق تاع سكر بني كما راكم تشوفو هاد سكر بني ما عندكش السكر البني ضيفي السكر العادي برك كما راكم تشوفو انا كان عندي متواجد في البيت وقلت ان انا ضيفه باش يعطيني ذاك الطعم كما راكم الكرامل وقع جي شباب ما عندكش السكر اني نوريلك باللي باش تديلي السكر العادي نفس اللي ديلي اربع ملاعق ولا خمس ملاعق حساب الحلاوة اللي تفضليها انتي اربع ملاعق يكفو تاع سكر ضيف اثنين ملاعق تاع كاكاو البني ملعقة تاقرفة كبيرة اربع ملاعق تاع سكر بني تقدري تعاوضيهم بالسكر العادي وملعق تاع الزبدة تكون طارية بحرارة الغرفة انخلط هاد المكونات كما راكم تشوفو نخلطهم ممليح ونخليهم بجيها حتى اللي تخمر اللي العجينة تاعي وتشوفو نيكل فاش نحضرها هنا نخلي العجينة راها تخمر والخالط بجيها ونه هنا بعد اللي خمرت اللي العجينة كما راكم تشوفو هادك العجينة ندير في سطح العامل اندي شوية تعفارينا كما راكم تشوفو ونحلها نحلها بسمك يكون رقيق هاكا نشكلو على شكل مستطيل كما هاكا كما راكم تلاحظو الشكل طولي كما هاكا نحلها مليح ونلازم نديروها رقيقة بش ما تجينش معجنا وطيبنا غاية كما هاكا هاكا نحلها غاية غاية والعجينة كي تكون شابة ساح فكتجي ما شاء الله هاد العجينة ما تدي لكم لا وقت لحت حاجة وتجي بنينة 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 بزف 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 نتمنى تسيوها وترجع في التعليقات كما هاكا نحلو ها قعمليح ما تنسونيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجارس واللايك والتعليقات المحفزة اللي تخلينا نكملو مع بعض ان شاء الله كي ما راكم تلاحظو كي ما قلت لكم لازم العجينة تجي رقيقة ما تجي شخشينا هاكا حليتها بهذا الشكل كي ما هاكا الشكل مستطيل كي ما راكم تشوفو هاكا وهنا كنت كي ما قلت لكم لازم تكون عندك الزبدة طلية بحرارة الغرفة وتكوني موجد اسوال كي ما هاكا باش تجيك الخدمة سهلة وما تتعبيش كي ما نقوله هاي اللي الزبدة اهنا نبدأ نمسح كي ما هاكا فوق العجينة كي ما هاكا انديل هالزبدة كي ما هاكا قعم فوت عليها هايكا باش يلتقلنا هادا كل السكر والكاكاو ويجينا هاي كي مقوله احنا الجباب هاك راتلي هاكا حتى اللي الزبدة كي ما راكم تشوفو مبعدة نبدا نضيفة هادي كله هلا قسلتwa ويجيت هähهنrs اههنا ينبدأ نضيفة هاداك الكاكا والسكر البني والقرفة قلت لكي لما عندك شو السكر البني تقدري تستنعلي وضيف السكر العادي هنا نوزح هادك الكاكاو نوزعها على العجينة التاعي كما راكم تلاحظوا بهذا الطريقة طريقة سهلة مهلة بدون تعقيدات ومين تشوفيها كالصور التاحة وقاعدها بيها تخافيها تقولي صعيبة تقولي منا بصحية سهلة 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 وبنينا في نفس الوقت وهذا هو الوقت التاحة كما نقول وحنا هي تبغي في فصل الشيطة كما هكا في كي يكون البرد وكي يكون لاخر تجي شابة وتجي بنينة هذا هو الوقت التاحة باش نحضروها لولادنا باش تعطيهم هذك الطاقة الصباح مع كاس حليب شوكولة ولا كاس قهوة ولا ويروحوا يقروا وتشد لهم على القلب التاحهم وبنينا ثاني ولا كانوا جايين من المدرسة مع البرد وكي يتلقى يرقوكم وجديدها لهم مع ذك الريحة في البيت هكا كي يتدخلوا وشموا هذك الرائحة على القرفة وقع ما شاء الله وشنقول لكم أنا كي مليوماني كي خدمتها البيت على بلكم ولا من برد شمي ذك رائحة هذك القرفة وهذاك هنا كي ما راكم تلاحظون نروليها بهذا الشكل كي ما هكا نشكلها على شكل البودة كي ما راكم تشوفوا طريقة سهلة ماهلة هكا هكا نرولوها مليح وبعدا نقسم البودة التاعي باش يجيني التقسيم التاحها سهل قادرت تقسميها بالخيط باش يجيكم متساويين ولا تاني بالسكين هذا يتعلم من شار تاني يجيك شباب أنا كنت غادي نديرها في هاد المول جاني كبير كنت بدلت المول درت واحد شوية صغير عليه ما جاتني شغل جاني هادا كبير بزاف كنت ستفتها فيه وما كملتش الجاني كبير بدلت السني دو كتشوفوني السني اللي درت فيه كي ما هكا هنا نبدأ نقطعها كي بهذا الشكل و تلكم تقدري تقطعها بالخيط باش يجيك كيف كيف متساوية تقدري تقطعها تاني بسكين ديريزو الصباح كي ما درت انا دروك وتقطعها ولا تاني عينك هي ميزانك تاني غير بعينك هكا تتحدي وتقسميها وتقسميها بهذا الشكل كي ما هكا ما تغبنك ما والو العجينة تجيشة بهذا العجينة وتجي كيت طيب تاني تجي هشيشة هشيشة وخفيفة زي عما ما تجيش من ذاك البريوش اللي يجي يتعلك ومعجنه تجي ما شاء الله والصورة كانت واضحة تبالي كي شفتوني هنا كي ما راكم نتشوفون نديرها في السني هكا ونخلي شوية مسافة بين الحبة والحبادوك نعاود ونخلوها تزيد تخمر للمرة الثانية هنها والمول اللي بدلت فيه المول هذا الكاري المربع وما لسقتش الحبات حدا بعض درتها باش نخلي مسافة باش كي تعاود تخمر لي ما يلسقوليش راهكا مع بعض ودرتها ومن بعدا نطيبوها على 180 درجة وحتى كيت تحمر النمو كي ما قلت لكم اللي بدلتها من تحمرنا من الفوق وجي اللون التاحا دهابي هنا روحوا للصوص اللي غادي نسقو بها البريوش تاعنا وهو بريوش الصينابون اه ايجي شباب هنا واجه درت نصف درت ملعقة صغيرة تاع زبدة ملعقة كبيرة ولا زوج حبات تاع فرماج تاع المثلاثات ولا عندك المهم فرماج تاع الطلي ونصف كأس تاع سيكري غلاس ونبدأ ننزي نضيف الحليب كما لكم تشوفو نضيفو بشوية ونخلطو حتى نتحصلو على على كريمة اوضف تاني تنين ملاعق تاع حليب البودرة الى ما كنش عندك الفرماج ولا حليب البودرة تقدر تستغني عليهم ودريغي الحليب ونخلطيهم كما القلاسات وتخدمي بها هكا نبسط عليكم الامور باش ما تقوليش ما عنديش حليب بودرة ما عنديش الفرماج ما عنديش ديك ما عنديش ديك تقدري غبس بسوكري غلاس والحليب ودريكي القلاسات وتتقي به البريوش تاع كما راكم تشوفو كما هكا نتحصلو على هاد الخالط انا واجدت هنا نعود كل مقادير ملاعق حليب بودرة ملاعقة كبيرة فرماجة تاع الطلي ودريت ملاعقة صغيرة تاع زبدة ونصف كاس تاع سيكري غلاس والحليب بديت نخلط بالحليب الحليب حصلت على كريمة تكون شوية تقيلة وهذا هو القاوم تاحها وهذا هو الان خرجناه من الفرن شوفو ونضيفو عليه هاد الكريمة كما هكا شوفو الشكل تاحها ونقدر انتاني نقول لك تقدري ما تسقيش كما هكا شغل غير بالحبة هكا تجبدي لهم تسقي لهم وتخليه شغل ويما تبغي تستهلكي منه تسقيه انا المعالي كنت غديت قهو بي سقيته في السنة كما نقول هو عد دافي وسقيته وضفت لها الكرامل من فوق وهذا هو الشكل التاعال نهائي وفي الاخر نتمنى الوصفة تكون عجبتكم وتسيوها خفيفة ضريفة وما تنسونيش ببرك الاشتراك في القناة تفعل الجرس واللايك وفي الاخر نقول لكم مع السلامة الى الفيديو القادم ان شاء الله دمتم في رعاية الله وحفظي اشتركوا في القناة